تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رفع فيها معاليه باسمه وباسم أعضاء مجلس الشورى وافر الشكر وعظيم التقدير والاعتزاز لتفضل جلالته بافتتاح دور الإعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى وقد أكد رئيس مجلس الشورى على أن كلمة جلالته ومضامينها السامية تعتبر نبراسا يضيء دروب العمل الوطني المخلص القائم على ديمقراطية حقيقية وسيادة للقانون الذي أرسى جلالته قواعده بما يصب في تحقيق الأهداف من خلال المشروع الإصلاحي الكبير لجلالته وبما يسهم في رفعة الوطن العزيز والمواطنين الكرام معاهدا جلالة الملك المفدى على المضي قدما في مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالته حفظه الله بكل حنكة وحكمة واقتدار الرامية إلى تحقيق المزيد من التطور والنماء وتعزيز الأمن والأمان والتنمية المستدامة التي تشهدها المملكة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وصولا إلى مزيد من الرفعة والازدهار ترجمة نانسي قنقر